زوادة الصوم إخوتي لحباء اليوم بتقللنا يقول معرفرام السرياني بالصوم والسهر يترك الجسد قساوته ومعه يترك كل الأهواء التي مثل الدخان تفوح في الجسد بالصوم ترتاح، تسكت، تعرف الأمان هنا يمثل معرفرام السرياني الجسد بالنار والأهواء التي هي الأخشاب التي تزيد النار لهيبا وهي الأكل والشرب والشهوات وغيرها من مقتنيات العالم الزائف التي هي كالدخان لكن الأكل والشرب إخوتي هما دواء الجوع والعطش والإنسان بحاجة إليهما للاستمرار في الحياة لكن بين الجوع والطعام تنزلق اللذة فتدفع الإنسان إلى الأكل فوق طاقته فأصبح الصوم هو السلاح الذي تنبع منه السهام على الشرير والسؤال هنا إذا كان الإنسان يتحمل التقشف والعذاب والحرمان من أجل الصحة البدنية والتنحيف فلماذا لا يعمل من أجل الحصول على كنز لا يفنى على صحة روحية تزينها الفضائل المسيحية سو مبارك و الله معك